سوف نتحدث عن مجموعة الثانية من الدرجة البيوز سوف يكون هناك مجموعة مجموعة سوف يكون هناك مجموعة الهالوسينوجين سوف يكون هناك مجموعة الكننابس وهو الحشيش والماريوانة والبانجو هنتكلم عليهم سوفر الاول الطبيعين طبعا عندي نوعين من الطبيعين في عندي اول شيء يكون الكوتين وفي بعد ذلك كوكين طبعا ان هذا هو أعلى الكوكين بشبيهاته مثل الأنفيتامين و الأنفيتامين يصنع منه ماكستون فورت و فيه اللي هو الكات فدي مجموعة فنحن نتكلم كأجزامبل على الكوكين تعالوا نشوف النيكوتين طبعا النيكوتين مش محتاج كلام كتير النيكوتين بس النقطة المهمة اللي فيه ان هو بيشتغل على المفروض ان النيكوتين بيشتغل على الريسيبتور دي فبيزود الدوبامين اما يزود الدوبامين هو اللي بيعمل الايفوريا والريلاكسيشن بتاع النيكوتين مش حكلم بقى طبعا مشاكل النيكوتين كلنا عارفينها ده بقى من كانسر ولانجو ورسبيراتوري وكل الكلام ده دي مشاكل كتير قوي فيه طبعا الوزدرول بتاعها ممكن بقى شوية قلق شوية توقتل مش عارف ايه لكن يعني كلها حاجات بسيطة انا اللي همني في النيكوتين هو التريتمنت بتاع النيكوتين التريتمنت حدى قدى وهنا حدى نيكوتين ودائما قلت حدى بقى في صورة أو باتش سكين باتش ده كده بيتاخد النيكوتين قد عملت شلت السجاير بكل الكارسينوجينيك سابسنس اللي فيها ودائت نعيان النيكوتين بس بعمل لهم جروب سيرابي والدواء الوحيد اللي هو هنتكلم عنه هو ال النيكوتين 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 ده دواء في حاليا موجود في السوق و النيكوتين ده بيعتبر بيعتبر Partial Agonist للريسبتور ده طبعا ليه طريقة في استعماله يعني بجيب العيان اللي هو بيدخن بقوله دخن يعني دخن عادي وبخش بالفرنكلاين وبخش بالفرنكلاين معاه ببدأ بالاتنين دول مع بعض المفروض ان الفرنكلاين ماسك في الريسبتور ومش مدي فرصة للنيكوتين اللي في السجاير يمسك فالعيان واخد من الأفوريا والريلاكسيشن بمين بالفرنكلاين اللي هو بياخده بعد اسبوع يعني خلاص الاسبوع التاني بوقف السموكين وكمل على الفرنكلاين فهو ليه طريقة معينة في الاستعمال هو بس اللي عادك تعرفه عنه انه هو على النيكوتينيك ريسبتور وبيستعمل في النيكوتين وبيستعمل بطريقة معينة زي ما قلت ليه سيكوينس في الاستعمال يعني مش تجي اخده كده وخلاص لا فيه طريقة في الاستعمال تمشي بتاعة اربع اسابيع بحيث ان انا ببدأ تدخين معاه وانا اوقف في التدخين ففيه طريقة معينة في الاستعمال بتاعته ما ننساش ان كان البيو بروبيون من الحاجات برضه اللي هي بتستعمل في السموكين السموكين الكوكين بقى كامل لباقي الاستيميلانت انا مش هتكلم على الباقي كله طبعا الكوكين عيب انه هو طبعا ده بيزود النور ابنيفرين ويمنع الريابتيك وهو بيتاخد بكذا طريقة لما يتاخد انترا فينس لما يتاخد انترا نيزل او انهاليشن طبعا انترا فينس بيبقى الدوز عالية قوي وبيبقى الرش بتاعه عالي جدا يخش في الدم كتير قوي فبيدي الرش للمتعة اللحظية اللي بيحس بيها المدمن عيب النيزل انه هو على الكرونيك يوز بيزود النور ابنيفرين نور ابنيفرين بيعمل فممكن يعمل نيزل سيبتل برفوريشن يحصل اسكيميا في النيزل سيبتام نتيجة السيفير ويحصل نيزل سيبتل برفوريشن المريض اللي بياخد كوكين هو كده بيجيب الكوكين ياخد اول جرعة تعمله رش تقعد حوالي ساعة معاه وبعدين تروح ياخد الجرعة الثانية وعين تروح ياخد الجرعة الثالثة وهكده فالعيان بيفضل ماشي بالطريقة دي لحد لما حاجة من الاتنين للجرعة تخلص لا يخش في سبب الوفاء في الكوكين ودي حاجة مهمة في الكوكين نعرفها هو زيادة النور ابنيفرين والسيمباساتيك هايبرتنشن تاكيكارديا هو ده سبب الوفاء من الكوكين علاج الكوكين مفيش حاجة قوي يعني ندي هلو بريدول لو في سايكوزيس ندي بيوبروبيون ندي فيش حاجة كاركتوريستيك يعني يبقى عالج السايكوزيس اللي عنده على قد مقابل فيعني ما فيش حاجة مهمة قوي يمكن اهم حاجة في الكوكين هي العيان ده حيبقى يحصل له يموت من ايه لو خد اوبردوز من الكوكين طبعا عند الهلوسينوجين بقى اللي هو LSD اللي هو التوابع اللي هي بتتلزق على الجلد وبتعمل ابزوبشن وبتعمل هلوسة ال LSD ده كهلوسينوجين ما فيهوش حاجة بيعني بيقال ان هو مش بيضمن بيقال ان هو بيتاخد بس الناس بتبقى وعيا وهي بتاخده عارفة بتاخده امتى وبتاخده عشان تهلوس هو بيحصل منه مشاكل كده كتيره اشهرها طبعا ممكن يعمل سايكوزيس بيعمل حاجة اسمها فلاشباك واحد يسترجع اللي فات حله هو وحش هو وحظه يحصل له حاجة اسمها غير ال bad trips ال bad trips دي من الحاجات الخطيرة او اللي بتحصل مع ال LSD ال bad trips دي بقى يقعد يتخيل حاجات مش موجودة يتخيل مثلا حد جاي يقتله في سكينة يتخيل مثلا حاجة اسد بيهجم عليه فيجري يقع مثلا من الدول العاشر فالساعات بنشوف مشاكل من ان هو كده بيهدد وممكن تقعد مع فطرات طويلة يعني حتى بعد ما خلص الطبع خلص من جسمه ترجع ترجع له تاني بعد شوية فيعني دي مشاكل ال LSD ما عنديش حاجة مهمة اوى فيه في الفرماكولوجي علاجه بهدي العيان ساعة ما تحصل وممكن بعد كده بتديله حاجة لعلاج السايكوزيس لكن ما عنديش حاجة كاركترستيك مهمة اوى في الفرماكولوجي هنا مجرد فكرة بسيطة الكنابس طبعا دلوقتي بقى عندنا فيه كنابينويد ريسيبتور في جسمنا كنابس دلوقتي بقى فيه ادوية بتستعمل من الكنابس بتستعمل انتي اميتك خصوصا انتي اميتك وبنديه في الانتي كانسر دراجز ويمكن سميعنا عنه في ال جي اي تي بقى موجود ادوية طبعا الكنابس اتلع منه بقى كله هو الفرق بينه مريوانه وحشيشه الفروق بينهم بتبقى فيه النسبة بتاعت التيتراك النابينويد او اللي هي الماده الفعاله اللي موجوده من الكنابس الاكيوت افكت بتاعه طبعا اكيوت افكت بتاعه بيعمل ايفوريا بيعمل كده شوية هلوسة يبدأ بقى يخلي الواحد يتكلم كده كأنه بقى يعني فيلسوف يبدأ كمان يحسس يعني يفقد الاحساس بالوقت بيبقاش الوقت عنده حاسس به وده يمكن اللي بيخلي الناس تستعمله في السيكشوال انتركورس بيديله فورس بيليف ان الوقت طويل قوي معاه غير كده كمان زي ما قولت الايفوريا والهلوسة والريلاكسيشن كل ده بيعمله يقعد يضحك كده يقعد يعني يبقى شايف حاجات يعني يسمع اللي متشاف ويشوف اللي يسمع ويقعد كده حاجات بتلخبط معاه وهو بيبقى عاجبه الجو ده طبعا المزدروه البتاعه حاجات بسيطة ما بيقاش عنيفة قوي وحتى احنا كنا بنقول انه ما فيهوش ادمان قوي لكن اكتشفنا انه هو عن long term ممكن يبقى فيه ادمان وممكن كمان بيبوز فيه خلايا المخ مشاكله بقى على long term من ريسك بتاعه طبعا ال red eye دي من الحاجات الكاركترستيك يعني من الحاجة المهمة قوي ساعات انت تقولك ايه لو انت تبص في عين واحد وعايز تعرفه مضمن ايه لو مقفولة ده مضمن هيروين لو واسعة ده كوكين لو حمرة red eye يبقى ده مضمن اللي هو الحشيش طبعا ده جيتوي ده بيفتح السكة بقى الكل اللي انا قلته قبل كده بيعمل افسي عم بيعمل متبلد المشاعر معندوش مشاعر قوي مش فارق معا اي حاجة تحصل بيأثر على التستوستيرون كمان من حاجات اللي عملها ودعي ما قوله هو اه بيدي للوقت طويل لكن بيأثر على التستوستيرون النابس كمان من الحاجات اللي يعملها ممكن يعمل سايكوزز برضو مع فدي المشاكل اللي بنشوفها معا ما عنديش حاجة مهمة قوي في الادعاجة دي حنركز في الدرج أبيوز زي ما قلت على التريتمنت بتاع الالكول التريتمنت بتاع النيكوتين يبقى الالكول وأبيويد والنيكوتين وهما دول والكوكين هنركز على التريتمنت بتاع الاربع دول وقلت في الكوكين بس تبقى عارفين من الكوكين من الكوكين ترجمة نانسي قنقر